اشتركوا في القناة يعني اتحدث اليكم الان ان رئيس المخابرات السعودية جمع عامل اجتماع طريق الان وانا اتحدث ورئيس مخابرات الامارات ورئيس مخابرات امريكا ورئيس مخابرات المانيا وبريطانيا وفرنسا وكل الدول المنوض بها اسقاط الحكومة المسلمة في تركيا يعني الان والله انا متخيل رئيس مخابرات السعودية يعني ماسك شايفة ايه اللي انت عملت ده اردغان لأنه باغتهم وهكذا هو السياسي الزكي السياسي العبيد اللي يبقى عدوه عارف بكرة هنعمل كذا يوم كذا في انتخابات برلمانية يوم كذا يبقى فيه كذا فاكره احنا ايام الرئيس مرسي احنا بندعو الانتخابات كذا يوم كذا في انتخابات كذا فيصبح العدو بتاعك السياسي العبيد هو اللي تتوقع العدو يعرف الخطوة التالية له اما السياسي الذكي الناصح الماكر فهو الذي لا يستطيع احد ان يتنبأ بما سيتخذه من كراه يعني يمكنك بقول للناس متوقعين انتخابات 2019 هو يحملها بعد شهرين لانه اذا العدو علم او توقع انت هتاخده بالضبط قرارك ايه بالضبط وتخش في هذا الطريق مثلا هتخش يمين يبقى هيحط لك كنبيلة قدامت انفجر فيك وانت داخل يمين فاذا توقع انك ستدخل يمين تقوم انت داخل الشمال تقوم انت راجع لورا تقوم انت طالع لقدام ولذلك سبب فشلنا في الثورات العربية اننا كنا نسيره في الطريق الذي يرسمه لنا العدو كان مفروض نباغت ونفاجئ وكذا وده اللي بيحصل لانه اردوغان اليوم فاضل على الانتخابات الرئاسية في الموعد القديم بقى العادي اللي هو نوفمبر 2019 بنتكلم فيه تقريبا نحو 18 شهر او 20 شهر تقريبا فاخلال 20 شهر الامريكان والمخابرات السعودية والخليج وكذا عاملين حسابهم بقى بيحط خطط ان المعركة امتى بعد 20 شهر من علم الحرب لابد ان انت تختار المكان والزمان الذي تدور فيه المعركة مش كل عادي ومنتظرك ومجهز لك كل حاجة وفرش لك الكمين ويشتغل فيه القصف لا فذلك هما كانوا نصبين الكمين لاردوغان ولتركيا المسلمة في نوفمبر 2019 نوقع الليرة نعمل كذا نعمل ازمات اقتصادية يعملوا تفجيرات ايامها يسووا كذا يبدأوا يلملموا امارهم يروح هو بقى يعمل لهم لا يلوم المعركة الان فهنا اردوغان خلى هؤلاء هما يلعبوا وفقا لقواعده هو وده ذكاء منه حقيقة انت دايما ما تباش ماشيك مألوف لابد يكون مباغد ومفاجئ والعدو ما يتوقعش واللي هو يتوقعه منك تعمل عكسه بس مش تعمل عكسه عشان هو يعني تب انت بغدته لا يكون هذا في مصلحتك فما مصلحة تركيا المسلمة الان في اجراء الانتخابات الان الان هناك نقاط قوة جدا في يد اردوغان في الانتخابات المقبلة خلال الشهر المقبلية اول شيء اردوغان حقق نصرا سياسيا كبيرا في عفرين في مدينة عفرين السورية اللي الجيش التركي دخلها حرارها من عملاء امريكا فهذا النصر هو نصر عسكري ولكن هو نصر سياسي لان انت في الحقيقة تركية كانت في حرب مع امريكا والاردوغان من خلال اللعب على التناقضات الدولية والصراع الدولي بين روسيا وبين امريكا استطاع ان هو يحجم او يشل يد الامريكان عن ان هما يخش في مواجهة مباشرة في عفرين ونجح في ذلك هذا رفع شعبيته جدا جدا في تركيا وهو لم يكتفي بذلك حقيقة انما الشؤون الاسلامية في تركيا قدرت الشؤون الاسلامية المسؤولة عن المساجد احيت الشعور الاسلامي فكان المساجد كلها بتحيي تقليد اسلامي عطماني الخاص بالدعاء للجيش المسلم وهو بيحارب الاعداء فكان دايما بعد الصلاوات يقرؤون انه فتحنا لك فتحة مبينة في كل المساجد وادعية وكذا فحصل حشت للشعب التركي المسلم وانه يعني ان تركيا المسلمة الان تخد معركة مهمة ايه المهمة؟ فهنا الظرف الحالي الاقتصاد جيد فيه انتصار في الخارج فيه اكثر من مؤامة اردوغان الان خيوط اللعبة في يده او في يد الحكومة المسلمة طيب ايه المناسب اتخاذ القرارات الان احنا قمنا مرات سابقة انه الكتلة اللي بتصوت لاردوغان 52% الكتلة اللي بتصوت ضده دائما 48% ايه احد ترشح ابدا اردوغان هيكون 48% من غير اي حاجة فاذا المخابرات السعودية والامريكية والالمانية والفرنسية والبريطانية والامارات هي بتقوم على اساس ان احنا اذا عملنا اي هزة في تركيا تخال خال الكتب 52% فيهم كتلة صلبة وفيه كتب لا سائلة اللي هي ممكن تروح لده وممكن تروح لده فالامريكان وهؤلاء بيقول لك والله يعني مثلا لو احنا عملنا زي تجربة عبين عبو فتوح في مصر ضد محمد مرسي او تجربة حمدين صباحي او ناس من الانتخبوا حمدين صباحي في الاتخابات الرئاسية في مصر محمدين نصري قومي انما هو في الاخر طباح سويرس صب سويرس وان الدعاء القومية العربية والكلام ففيه كتلة سائلة خد تقريبا خمسة مليون صوت الكتلة دية لما حمدين رسب في الانتخابات نصفها او واحد مليون او اتنين مليون ذهبت لرئيس مرسي في فاس خلي بالك الكتلة السائلة دية بتحسم الانتخابات وليس ما فيه كتلة صلبة هتبض اردوغان وكتلة صلبة مع اردوغان وفيه كتلة سائلة فكان اللاعب انه امريكا المخابرات الامريكية وتوابحها لانه المانيا بالذات في الموطوع ده وبريطانيا لكن المانيا بالتحديد جدا متدخلة في هذا الامر والسعودية والامارات تخش تمول وتعمل هكذا ان هم يعملوا زي اللي حصل في الانتخابات الرئاسيين في امريكا كده يزبزبوا الكتلة المزبزبوا ياخدوا هنا حاجة يوقعوا اردوغان فطبعا اردوغان ما انتظرهمش حتى ينفذوا ايه خطتهم فرح بغيتهم قبل ان يعدوا العدة طيب فاذا الذي ده اللي فعله اردوغان ايضا هناك امور معطلة كثيرة جدا في تركيا لو كان اردوغان انتظر تقريبا عشرين شهر مثلا اردوغان اعلم بعد الانقلاب انه سوف يعدم الخونة الذين نفذوا هذا الانقلاب الانقلاب العسكري وحتى الان لم يتم اعدام احد والدستور التركي لا يسمح ومحتاجين غيره الدستور التركي فلا يستطيع ان هو يعمل اعدامات قبل الانتخابات لان هنعد هل هنعدم ولا مش هنعدم والقانون يمشي ولا لا وتخش في متاهة لان انت قبل الانتخابات لا تستطيع ان تفعل شيء مش عاوز اي هزات فالتانيك ماشي كده فالتاني تركيا مجمدة عشرين شهر ففي العشرين شهر تكون حكومة تركيا مجمدة بينما المخابرات الاجنبية بتلعب براحتها وبتخطط وبترتب نفسها لبعرك فالذي جرى الان ويعدام الخونة مسألة اساسية لبقاء تركيا كدولة فالسلطان عبد الحميد سواب انهيار الدولة العطمانية ان السلطان عبد الحميد لم يعدم الخونة كان بدي عفو سجن ابعاد كلام فاضي كله والنتيجة انهارت الدولة العطمانية بل في حرب البلقاني الاولى ذبح عشرات الالوف من المسلمين في مليون لاجئ مسلم من البلغار والغريا واليونان وهكذا كانت مأساة كبيرة جدا وده اللي حصل معنا في مصنح الخونة احبايبنا والخونة اخواتنا والخونة دول كل حاجة فامور كثيرة معطلة دستور جديد معطل البنوك الاسلامية في تركيا الاجراءات مش مشة فيها قوي الاصلاح الاقتصادي في تركيا بحيث سعر الفائدة وحاجات ارض غاني اتكلم فيها ايضا معطلة اصلاح وضع دستور جديد للبلاد مشروع تركيا 2023 مشروع تركيا الجديدة 2023 اللي هي يعتبر مئة سنة على فصل السلطانة العثمانية او الغاء السلطانة العثمانية من الناحية الفعلية هي في 2023 فتبقى تقريبا خمس سنوات فانت مش مستعد توقع تضيع سنة ونصف او عشرين شهر بلا عمل انتظار الانتخابات المقبلة فهو كده بيخلص وكما قلت من قبل كل الذين يهاجمون اردوغان كل يوم يتبين ويثبت ان الرجل ماشي نحو الهدف وماشي صح هو كسياسي او رئيس دولة من حقه ان يناور يمينا او يصح نا في اقر النتيجة وراجل الحمد لله حتى الان محقق نتائج باهرة دورنا با مش احنا نقف ضده ونقففه بالطوب دورنا ان نسانده واحنا مش عاوزيه زعيم يخرج للمسلمين ويقود المسلمين طلع الراجل طلع زعيم وطلع قيد المسلمين نعب ان نتعانو من الخلف ام نقوم ونصحح ونسدد هذا هو الامر وده اللي هو شغال في اردوغان هل يمكن ان تحدث انتكاسات في الانتخابات يعني ايه رد فعل للمخابرات الامريكية والسعودية والاماراتية طبعا الامر مباغت ومفاجئ ولكن يقيني انهم سوف يتخذون الاجراءات ماذا سيفعلون لست قدري يعني حققا انا ملحقتش اضع نفسي مكانهم ولحقول لوانا المخابرات السعودية ده مفروض على فكرة ان كل واحد مننا يقعد مع نفسك ويقول طب لوانا المخابرات الامريكية واردوغان عمل فيها الحركة اللي لديت وفاجئنا بهذا المنظر اوانا المخابرات السعودية والاماراتية طب نعمل ايه بقى عشان نلعب معاه الراجل حالا نجف نجوم فجرة مفروض بقى نعمل ايه هجمة مرتدة على طول لان دايما لابد نضع انفسنا مكان العدو ونفكر وانا في فيديو سابق قلت المخابرات السعودية ستفعل كذا وكذا وكذا فيديو اسمه اكتب على يوتيوب خطة محمد بن سلمان لاسقاط اردوغان اكتب على يوتيوب خطة محمد بن سلمان لاسقاط اردوغان ليه الفيديو موجود وقلت ان اردوغان يعلم اكيد يعلم يعني ما قلت اذا كنت انا صحفي وعرفته اردوغان هو عنده المخابرات وعنده كذا ما يعرفش اكيد يعرف وقلت اكيد ان اردوغان لديه خطة لاحبط واليوم تبين اه هو اردوغان قد خرج علينا بخطته المفاجئة والمباغدة وبالتالي المباراة لم تنته لحد الصفارة صفارة نهاية المباراة حتى اخر دقيقة للاحظة اعلان نتيجة الانتخابات لا انا استطيعنا احط بط خصيف واننا احنا كل حاجة تمام وابتع فاكرين اهام الرئيس مرس اقال لك خلاص بقى زمن الانقلابات العسكرية او لا احنا روحنا في ستين ده انت يجب لاخر لحظة شوف الخطأ الرمافي غزوة احد عمله ايه اخر لحظة خلاص المعركة بطي اخلص لو صبروا ساعة ما كانش حصل المأساة اللي حصلت في غزوة احد فبالتالي الامريكانة يبدأ وانا هحاول افكر اضع نفسي مكان المخابرات الامريكية والماسونية والسعودية واؤلاء وابدأ اقول طب هم ممكن يعملوا ايه للعب في هذه الانتخابات المقبلة في تركيا بإذن الله ان شاء الله ينجح اردوغان وبإذن الله ان شاء الله من نجاح اردوغان في يونيو 2018 نبدأ نقول سيبدأ اردوغان في تطبيق ما كنا نحلم به ونطالب به لفترات طويلة ولكن كانت هناك عقابات كثيرة تقف وتحد من انطلاق اردوغان والواقع اللي انا اشهد به انه اردوغان الله يدله الصحة اللهم امين يا رب وبالنسبة لي يعني يتحرك واسرع مما اتوقع يعني اناس كده تبعتلي طب اردوغان متى سيفعل كذا فاقولهم يا جماعة لسه ما ينفعش يعمل اي حاجة الا بعد نوفمبر 2019 لانه ما احناش عاوزين اي هزات قبل انتخابات ولو انا ما كانو مش اعمل هزات قبل انتخابات ده صحيح ففي كل مرة كان اردوغان يتحرك اسرع مما اتوقع او مما اتوقع انا شخصيا يعني ممكن الناس تاني تقول لا اردوغان بطيء الله عالم محرور في نفسه الامر الاخر انا التشبيه قال له لي صديقي يعني يلقي الشخصية اردوغان قال لي العالم هو وادي الذئاب العالم عبارة عن وادي من الذئاب كل ذئاب امريكا وروسيا والمانيا وبريطانيا كل ذئاب يابا وادي من الذئاب واردوغان هو ذئب في هذا الوادي فاذا بدون يجوا نحيطها ها ها يديهم على طول ولذلك نجح احنا في مصر بقى قال لك لا انت خليك خروف وسط الزعاء وقعد بقوا الماء واه الحون استغزونا اللون المتحدة انه ناجح حقول انسان حقول بطيخ ايه والناس يتحكوا علينا لما بينها اضحكت الامم يا عم ابو اسماعيل ولذلك ضع الشعب المصري وضع كده لانه الصح ان مصر والشعب المصري المسلم والاخوان المسلمين كان مغروض نكون ذئاب في وادي الذئاب لانه اللي مش هيعيش ذئب اعيش خروف وهيتدبح وهيتاكل وهيتمص دمه وهيدلق واحنا رأينا ما يجري رأى بنارى ما يجري ولاو اردوغان ورئيس المخابرات التركية والبرلماني التركي ورؤساء المدن في تركيا ما خرجوش وتصدوا للانقلال كان ايه اللي حصل حالا كان زمان اردوغان وكل هؤلاء معلقين على المشارك ودي مأساتهم الشخصية والمأساة على تركيا كان زمان تركيا تقسمت وضاعة زمان الدولة العثمانية تقسمت وضاعة هو كده ومن ميزة اردوغان انه لا يعبأ بما سيقول ماذا سيقولون علينا هم هيقول علينا ايه اردوغان ما يعنيش الكلام ده رأى عمل نظام رئاسها يقولوا علينا والله احنا عاوز يكوش حصارتها انه هو ديكتاتور انه كذا كل الكلام ده عنده الجزم وده صح وده اللي كان حزم بيقوله حزم ما كانش يعبأ يقولك ما يقوله ولا يفعله ما يكون في الحيطة اه المهم انا بقول انا عليهم ايه والتاريخ يكتبه المنتصر سلطان عبد حميد سموه السلطان الاحمر والسلطان الدمو احمر بتاع الدماء يعني والسفاق والدمو وكل هذا كذب ولكن ضلوا مئة عام في تركيا انا بسمي تركيا شهدت العهد السلانيكي عارفين سلونيك دي مدينة كان عاد سكانها 22 الف في شمال اليونان حالي و22 الف نصفهم من اليهود وفي مسيحيين واخلية مسلمة وخرجت منها جمعية الاتحاد والترك للضباط اللي عملوا انقلاب على مين السلطان عبد حميد ويعتبر هم كل الدعاية اللي حصلة دي يعتبر اردوغان هو انهاء لهذه الفترة وهذا الوقت فمرة اخرى اذا كان هناك صراح بين اسطنبول وسلانيك وهذا السلانيك استطاعت ان تنتصر في عام 1908 في انقلاب حركة تركيا الفتاة فانه استطاعت ان تنتصر على اسطنبول وزحف جيش من سلانيك على اسطنبول والاسف هزمت اسطنبول اليوم باذنه ان شاء الله ستنتصر اسطنبول وجيش اسطنبول مرة اخرى ونرد الاعتبار لاسطنبول عاصمة الخلافة الاسلامية نجد جميعا ان كل واحد مننا يفكره فيما يستطيع ان يقدمه على المستوى الشخص انا شايف انه والله ممكن اقدم في الوعي يشتغل كل واحد يفكر ماذا يمكن ان يخدم الاسلام في حدود طاقتي ويفعل كل واحد منا في ايدي وانا معرفش لكن كل واحد في يده من خلاله يعني سيمي انا عندي مشكلة في المنتاج وانا ذكرت المسل ده سابق في صديق والله قد ترخير ويجي يساعدني مسلا وقول له والله سابق عندك مشكلة في المنتاج يصلى حالك وعمل لك كده قد ترخيره ده خدم الناس يعني الناس اللي بتشوف الفيديوهات ما تعرفش ان فلان ده قد ترخيره ووقف وهو حل مشكلة كبيرة له ايو والله انا اعدى استعمال الراجل الله يدي له الصحة تالناس ارام معي ثات ايام والله يعل في المشكلة الله يدي له الصحة رب الناس ما تعرفش اللي بتشوف الفيديوهات ان في واحد مجهول ووقف وليعب دور في هذا الموضوع المهم نحن سنرتقب ونعد فيديوهات مقبلة بإذنه ان شاء الله عما سيجري في تركيا خلال هذه الانتخابات انتظرونا مشاهدينا وإلى اللقاء وإلى مزيد من الانتصارات بإذن الله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته